تكدس الحاويات المتركة في موانئ البصرة لا زال مستمرا وسط مخاوف من الانعكاسات السلبية التي تتركها الأزمة على الاقتصاد العراقي الحاويات المتركة تعود لشركات أجنبية أو تجار عراقيين تركت في موانئ البصرة إما لفقدانها قيمتها وارتفاع معدلات تكدسها أو لمخالفتها الضوابط الجمركية أو لأسباب أخرى هذه الحاويات والبضائع عادة لا يحضر أحد لاستلامها سواء كارة مخالفة لمعاملات التصدير والاستيرات أو بضائع لا يحتاجها أصحابها لذلك تكدست العديد من هذه الحاويات داخل الموانئ الحاويات المتأخرة يتم الإبلاغ عنها بعد بقائها في الميناء لأكثر من شهر بحسب مسؤولي الأرصفة في ميناء المعقل في البصرة الحاويات المتأخرة اللي يفوت عليها شهر كامل نحن نشعر المديرة القمرك الميناء ومديرة الميناء تشعر المديرة القمرك بأن الحاوية هذه تأخرة فات عليها 30 يوم وعدهم هم إجراءات من نسبة للمديرة القمرك وعدهم إجراءات بهذا الموضوع وعلى الرغم من إعلان الهيئة العامة للقامارك تشكيل لجنة للكشف عن الحاويات المتروكة في عدد من الموانئ العراقية إلا أن طرق الحلول لا ترقى لحجم تفاقم الأزمة القمرك عند إجراءات يظل يضطي كتب تنبيه وكتب إشعار إلى المستورد المدة 90 يوم بعد 90 يوم ستدخل الحاوية ضمن موضوع المصادرة وعرضها عن المزاد تعرف اليوم كل ميناء بمسلك لدخول وخرج الشاحنات تقدس الحاويات لا شك أنه يعيق هذا العمل من جانبها تقول الشركة العامة لموانئ العراق إن الرسوم الجمهورية التي فرضتها هيئة المنافذ الحدودية البحرية على التجار والمستوردين هي السبب الأساس لتقدس الحاويات في موانئ محافظة البصرة ما أدى إلى مضاعفة المبالغ والإجراءات المطلوبة من التجار وأصحاب شركات الاستيراد اشتركوا في القناة